وكما تابعنا من مراكشة الاحتفال بعيد الفطر يكتسي مكانة مميزة عند الأطفال الذين تغمرهم فرحة هذا اليوم المميز هم وأولياؤهم الأجواء الرحانية وقدسية المناسبة تمنح الكبار كما الصغار شعورا بالفرحة والسرور كما سنتابع من سلة في ربورتاج محمد القنت ويوسف لطفي فرحة عيد الفطر بالنسبة للأطفال بمدينة سلة العتيقة لها نكهة خاصة حيث يستقبلون هذه المناسبة الجليلة بالكثير من الفرح والحبور وهي في نظر الآباء وأولياء الأمور أيضا فرصة من ذهب لتذكير الناشئة بالقيمة العظيمة لهذه الدكرة بالنسبة لأطفال تكونوا تعيشوا واحد الفرحة عارمة عارمة في زيارة الأحباب وشيراء الملابيس المعروف عند العائلات المغربية رحنا بالعيد ومهم العيد كان نشري فيه أي حاجة كان ناخده فيه حويش كان تكسو فيه ارتداء ملابس العيد والذهاب إلى المصلة ثم زيارة الأقارب والأحباب كلها طقوس تتلج قلوب الصغار وتغمر دويهم بالاعتزاز لحفاظهم على موروطنا الديني والحضاري العيد كله في الحقيقة جاء الوليدة صغار خص الأباء بحالي كانوا كيدرون لنا جدودنا وأباء دينا تيديونا عند الأهل دينا ومتعارفوا مع بعضنا مع بعض كدوز زي الفتر زوينا حيش كنجمعهم على العائلة وكيدوز زوينا كنكونوا فرحانين سابد شي لنقول وتنحاولوا نقربهم العائلة في هذه المناثبات باش يطلعوا احنان وقلبهم احنين ويقلبوا على العائلة نهار نخطعوهم احناية وتنتمنى نجمعوا مع القرب ومع البعيد في مدينة سلا كما في باقي مدن المغرب يعيش الأطفال فرحة العيد كموعد استثنائي تظل تفاصله راصخة في ذكرتهم إلى الأبد